أولاً المترش حرزق جمال المترش عن ولاية النبا وحزبنا يحمل شعار معاً لتجسيد إرادة التغيير ونحمل رقم 11 بالنسبة للأسبوع الأول من الحملة بدأت نوعاً ما محتشمة نظراً لعدة عوامل أولاً جل المترشحين أو مجموعة المترشحين كلهم شباب خاصة القوائم الحرة ما زالت تلقصهم تجريبها مثلاً في الملسقات في الملسقات نشوفه يعني كان هناك يعني كان نقص كبير يعني لأن الشباب أو المترشحين الأحرار ما عندهمش للخبرة وما عندهمش نقول عن الكفاءة في التقنية ليست الكفاءة عفواً للإلساق مثلاً نحن في حزب الكرامة أول ساعة سفر بدينا في الحاصمة بإلساق الملسقات والكل يشهد على ذلك إذن هذه الأشياء نعكس تتظراً لطبيعة الوضع والقوانين الجديدة الموجودة لكن على العموم أنها مقبولة بالنسبة للخطاب الخطاب كان هادئ يعني فيه بعض الأمو لكن هادئ يعني مقبول كذلك بالنسبة من الإيجابيات كذلك أنها قبل في الملسقات كانت بعض الصور حتى مضحكة يعني هناك ليتصور بحركة رياضية وكذا في 2017 شوفنا يعني بالنسبة للإيزافيش كانت يعني مهزلة الآن يعني تجربة جديدة لكن فيها محاسن يجب أن نقر بهذا محتشمة لكن دائما تبدأ هكذا كان العمل تعكم في الميدان عبر تجمعات شعبية أو نشاطات جيوارية بالنسبة لتعاملنا الطريقة اختلفت الآن الآن رأنا المترشح نص شباب يعني 60% شباب إذن رح يقابل شباب يعني لغة الشاب مع الشاب نعتمدنا على العمل الجواري والعمل عبر المحطات يعني التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر وحتى بالنسبة لفيديو يعني في اليوتيوب كاللي المترشح يعرف بنفسه ويدير يعني يدي سكور يدير حوار مع المواطنين يعني في الصفحة نتعه إذن اختلفت ابتعدنا يعني ما فيش كثير من يعني ابتعدنا على القاعات القاعات إلا في التجمعات الكبرى في الجزائر العاصمة في كل الولايات لكن ارتكزنا حتى لأن المواطن يطلب معاشي يحب القاعات كثير يعني يعني يهرب من القاعات وشفنا يعني بعض المساوي بعض القاعات بعض الجيهات أنا شفنا الناس محترمتش القاعات يعني في القاعات توجد أطفال وتوجد حتى رضع وحتى في البروتوكول الصحي مش محترم احنا من هذا المنبر النادي باحترام يعني لسلامة الجميع تفضل لسلامة الجميع لأنه هذا فيه أولا صحة المواطن هي قبل كل شيء وكذلك بالنسبة بعض الناس اللي راهي احنا قلنا باللي نبتعد عن الأشياء الغير صحيحة اللي يقول النائب مهمة نائب معروفة رفع الانشغال متلعة المشاة هدّو